ينتقل عشرات الزوار بين أثار تعود إلى ألفين عام في مدينة الحضر التاريخية جنوبي الموصل حيث تسعى مبادرات محلية خجولة إلى تشجيع السياحة وطي صفحة سيطرة تنظيم داعش في المنطقة وما ارتكب من تجاوزاته وبنيت مدينة الحضر في القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد وتقع على بعد حوالي 100 كم جنوبي مدينة الموصل وتمكن نحو 40 زائرا معظمهم من العراقيين من زيارة المدينة الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني لمنظمة اليونسكو وكانت الحضر مركزا دينيا وتجاريا مهما في عهد الإمبراطورية الفرسية وقد بنيت بطريقة مزجت فيها العمارة اليونانية والرومانية بالزغرفة الشرقية ورغم بطء عمليات الإعمار ومنها ما ينفذ في مواقع تاريخية تستعيد الموصل والمناطق المحيطة بها اليوم بعد خمس سنوات على داعش الارهابي شيئا من مظاهر الحياة الطبيعية ترجمة نانسي قنقر